هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده ومن عبده ومن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته الشمس والبدر من آثار قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينساه ورب ليس ينساه وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعملين وحجتنا للعباد أجمعين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم وجعل جنة مسوانة وسواكم وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجو من القرآن أحبتي في الله أوجه حديثي لكثير من الشباب وكثير من الفتيات بلا شكل الله سبحانه وتعالى سنن كونية لا تتبدل ولا تغير الله سبحانه وتعالى هو سنن في الكون لا تتبدل ولا تتغير وسيظل دائما الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة وسيظل هناك أعداء للإسلام وهناك أعداء لا يحاربون الإسلام كدين فقط بل يحاربون ثوابت الدين والحرب على القرآن ازدادت في الفترة الأخيرة لذلك أحبة الكرام ونحن نرى تلك الحرب الشرسة على ثوابت الدين وعلى ثوابت الإسلام وعلى القرآن الكريم عاوز اسأل كل شاب وكل فتاة لو أثيرت أمامك شبهة من تلك الشبهات بما سترنت هترد وتجاوب تقول إيه يا ترى أنت متعلم العلم الشرعي فالعشان ترد ولا تقول لا أعلم كيف سيكون حالك لو سألك أحد من غير المسلمين وأثار شبهة ما في دينك أو في القرآن الكريم أو تطاوع على القرآن أمامك كيف سيكون حالك كيف ستجيبه هل بعلم شرعي صحيح من الكتاب والسنة لذلك أحبة الكرام يمكن ما أحوجنا في هذه الحلقة أن نتحدث عن كلام الله سبحانه وتعالى بسبب ما رأيناه ويمكن من تطول البعض على كلام الله سبحانه وتعالى لذلك لابد أن نتذكر وأن نعيد ذاكرة إلى ذهاننا مرة أخرى وأن نعيد ونتذكر قيمة وعظمة كلام الله سبحانه وتعالى إن بجد الشباب الآن ضاعوا وهاجروا لقرآن بمعنى الكلمة إلا ما رحمه ربي يمكن لما رأينا حلقة الماضية الشعب الوهاب محمد لما بفضل الله كان ليه أنشطة دعوية كان من بين هذه الأنشطة أهم شيء هو كان بيهتم به الكرآن الكريم فالقرآن فيه النجاح ولكن يستعدنا ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي أخي والذي شرفنا في حلقة الماضية صاحب الصوت النديل الجميل أخي الحبيب محمد حسن حسن الشيء محمد حرام بك حياكم الله وعياكم تعالوا بنا أحبة الكرام نحن نتحدث اليوم عن الشباب والقرآن نستهل هذا اللقاء بآيات عن الذكر الحكيم ومن الذكر الحكيم بصوت أخي الحبيب محمد حسن فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا حسن تبارك الله فيك إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعله ولا يعن عليه القرآن الكريم عاوز أبدأ حديثي ووجه سؤال لكل شاب وكل فتاة آخر مرة قراءته قراءة قراءة من إمتى أظن من رمضان الماضي في كثير يقول أنا قراءة القرآن يمكن من شهر من شهرين من رمضان اللي فات وفي اللي يقول أنا ما قرأتش القرآن نهائيا في حياتي ولا فتحت ولا آية واحدة ولا أستطيع قراءة آية واحدة من آية القرآن الكريم بل ومما يحزننا إنك تلاقي أكثر الشباب وأكثر فتاة بفضل متعلمين وفي أرقى وأعلى الكليات ولا يستطيعون قراءة آية واحدة من كلام الله سبحانه وتعالى أكون حزين جدا والواحد والله يكاد يبكي دما بدل الدمع لما نشوف كثير من الشباب وكثير من فتيات يهتموا بالعلوم الدينوية وأنا لا أحرم تعلم علوم الدينوية بالعكس الإسلام يريد مننا أن يرأى الطبيب المسلم والمهندس المسلم والصيدالي المسلم والكيمياء المسلم والمدرس المسلم والمعلم المسلم الإسلام يريد مننا ذلك ولكن هذا لا يفقدنا أهمية الجانب الدعوي والجانب الشرعي وتعلم القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم ليأكل لك ورد يومي مع كلام الله سبحانه وتعالى يا ترى أنت اللي ما قرأتش القرآن مثلا من رمضان اللي فات أو في حياتك كلها ترضى أن تكون ممن قال فيه من مولا سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة لك أن تتخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم قال يارب إن قومي إن فلان هذا اتخذ هذا القرآن مهجورة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم شوف الحديث المعروف والمشروع اللي كلنا حاظزينه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمها الكتير كلنا حاظزينه لكن كف مع كلمات الحديث يمكن كل كلمة والله من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف عليها مجلدات خيركم شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيرية ويبين الخيرية ليست في الأموال ويمكن يكوننا منتكلم من الحالة اللي فاتت عن السعادة سداني السعادة مش في الأموال ولا السعادة في الله ولا في الغناء خيركم الخيرية ليست في الأموال وليست في المناصب وليست في الجاه وليست في السلطان وإنما الخيرية تكون بهذا الكتاب العظيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عشان كيرما ابن القيم رحمه الله وقيل أن هذا قائل هذه الجمل هو سيدنا عبد الله بن مسعود أحدهما قال اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عاو استعرف حال قلبك مع القرآن شوفه في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسأل الله أن يمن عليك قلبا فإنه لا قلب لك بسأل كل شاب وبسأل كل فتاة وبسأل كل مسلم وبسأل كل مسلم ماذا قدمت لدين الله سبحانه وتعالى هتعرف أنت قدمت إيه للإسلام وتعرف قدمت إيه لدين ربنا سبحانه وتعالى من خلال حالك مع القرآن الكريم شوفه ترى لما بتسمع الأغنية تشعر بسعادة أكتر وللما تسمع آيات القرآن الكريم للأسف كتير مننا الآن ما بيفتحش القرآن وغير على قناة مثلا قناة متخصصة في تلوة القرآن الكريم في الصباح فقط لا غيره كل اليوم مشاغل غناء ولا حول ولا قوة إلا بالله نريد أن نلتزم بدين الله سبحانه وتعالى نريد أن نقدم شيئا وأقل شيء أن تتعلم هذا الكتاب العظيم هذا القرآن سينفعك استددقني ورب الكعبة يوم القيامة سيأتي القرآن في صورة حسنة ويأتي لصاحبه ويأتي لحامله اللي كان بيقراءه اللي ما كانش بيضيعه اللي ما كانش بيهجره اللي ما تركوش يأتي له ويقول له أنا صاحبك أنا الذي كنت معك في الدنيا أنا الذي أسهرتك الليالي أنا الذي أضمأتك الهواجر القرآن نور لك في الظلمات في القبر سينفعك القرآن وسيكون نور لك في القبر وسيكون نور لك في يوم القيامة وإن كتاب الله أوثق شافعا وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متهللة هناك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتله يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلة فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفة الملاء أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا القرآن كلام الله القرآن ليس كلام تاريخي وليس نصا تاريخيا القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى القرآن غير قابل للنقد بأي حال من الأحوال هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى قال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه لو أثيرت شوها أمامك حول القرآن أو تطور أحده على القرآن كيف سيكون حالك إذلك أقل شيء تعلم القرآن صدقني القرآن أني ينفعك صدقني القرآن سيكون لك نور في الظلمات تعالوا نستمع إلى تلك الكلمات نور في الظلمات من أخي الحبيب محمد حسن نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يمحو عتم الليل المظلم يروي ضمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياه يرشدنا لهدى نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يا رب فكافئ من أنشى للتحفيظ صروح هو نور للدين وفيها شكرا يا ربا شكرا يا ربا ثانية من فقرات هذا اللقاء هنتكلم عن سر بتاعاتي الشباب عن القرآن في ظل هذا الزمن الذي كثرت فيه المحن والذي كثرت فيه الحرب والحروب على ثوابت الدين وعلى القرآن الكريم هنتكلم ليه الشباب بتاعاته بإذن الله تباره وتعالى وحيكون معنا كمان أخي الحبيب البشمهندس عبد الوهاب بشيتي الله تباره وتعالى اللي شرفنا في الحلقة الماضية هنتكلم عن سر بتاعاتي الشباب عن القرآن الكريم ولكن أنا عاوز أقول النهاردة أن أهل القرآن هم أهل الله كما ذكرنا الذين لا يقدمون على معصية ولا ذنب ولا يقترفون منكرا ولا إثما ليه؟ لأن القرآن يردعهم وكلماته تمنعهم وحروفه تحجزهم أهل الله سبحانه وتعالى أحد المستشرقين يمكن دائما أستدل بهذا القول المستشرقين يعني من غير المسلمين لما قرأ عن الدين الإسلامي وقرأ عن القرآن الكريم قال لن يستطيع أن يغلب هؤلاء العرب ما دامت فيهم ثلاثة القرآن الكريم أول شيء بدأ بالقرآن الكريم القرآن الكريم وصلاة الجمعة والحرمين الشريفين طول ما التلاتة دول موجودين في المسلمين ومحافظين عليهم المسلمين هم لهم ما يهزم أبدا ولا في أي حال من الأحوال لأن يستطيع أن يغلب هؤلاء العرب ويقصد المسلمين فلا عروبة عن الإسلام ولا إسلام إلا لمن أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى لأن يستطيع أن يغلب هؤلاء العرب أو المسلمون ما دامت فيهم ثلاثة القرآن الكريم وصلاة الجمعة والحرمين الشريفين النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بيت ويتفقد أحوال المسلمين في ليلة من الليالي فيجد امرأة عجوز تقيم الليلة وتقرأ وتردد هل أتاك حديث الغشية فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي وتردد المرأة وتقول هل أتاك حديث الغشية فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نعم أتاني نعم أتاني يمكن أحد الإخوة يروي ليه موقف أن أحد ممن أصرفه على أنفسهم بزنوب والمعاصي رجل كان دائما بيتعامل بالحرم كان دائما يأكل بالربا ولا حول ولا قوة إلا بالله وأصرف على نفسه بجميع يعني كل زنوب تتخيلوها وكل المعاصي تتخيلوها في يوم من الأيام كان راكب تاكسوا وأظن هذا رجل من مصر كان في يوم أن كان راكب تاكسي وهو جانب السواء سواء كان مشاغل قول الله سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فطلب من السواء هو يقف ونزل الرجل وانهمر في البكاء وصرخ وظل يبكي ويبكي السادس بيسأله طيب ليه بتبكي ليه بتبكي إلى أن أخبره بحاله فقال حينما استمعت إلى تلك الآية يقول والله استمعت إليها كثيرا ولكنها الآن فعلا دخلت قلبي وقلت الآن يا رب أنا يا رب أنا يا رب هو ده القرآن القرآن الذي أدهش العقول وأبكى العيون وطأت له رؤوس الكفر والنفاق وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين هذا هو القرآن أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله كلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيان رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقوله في الحديث الصحيح يقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو ده من ضمن الأحاديث اللي كلنا حافظنا وعرفينها ولكن الأسف مش متدبرين معنى الكلمات مش متدبرين يعني إيه القرآن يأتي يوم القيامة ويشفع لك الوقت اللي انت آثرت فيه القرآن على معصية الله سبحانه وتعالى وتخيرت ما بين المعصية والقرآن واختبت في القرآن القرآن حينفعك ويجي يوم القيامة ويشفع لك عند الله سبحانه وتعالى وممكن من بين الشفاعات سيشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم ويستشفع لك القرآن كما ذكرنا يمكن في الحديث الأنف الذكر حينما قلنا أن القرآن يأتي في صورة حسنة إذلك أحبة الكرام لابد أن نرجع إلى القرآن فما أحواجنا إلى العودة إلى القرآن تلاوة وتجويدة حفظا وفهمة كثيرون هم حفظت القرآن ويمكن أن تقول أحب شيء اللي أنا نبه عليه كثير من الشباب شباب الجامعات كثير منهم حفظين القرآن وملايين بفضل الله يحفظون القرآن ولكن هل من حفظين له دستورا ومنهاجا ونظام حياة أم نحفظه في الزاكرة وتنساه الأفئلة والضمائر للأسف كثير مننا القرآن ده مجرد بيرجع عشان ما ينسهوش كلام حفظه خلص ولا حول ولا قوة إلا بالله أما من مننا عمل بالقرآن من مننا القرآن بينظم شؤون حياته كلها لأسف الكثير مننا ولا حول ولا قوة إلا بالله القرآن مجرد كتاب عادي بيرجع عشان ما ينسهوش ولا حول ولا قوة إلا بالله فما أحواجنا إلى العودة إلى القرآن وشفاء إنه دستور حياة ونظام أمة ولكن أين الأمة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل حدثنا عن الشباب وعن سر بتعاد الشباب عن القرآن في ظل هذا الزمان الذي كثرت فيه الحروب على الدين وعلى ثوابت الدين وعلى القرآن الكريم نتعرف على كل هذه الأسباب من آخر حبيب عبدالوهاب محمد ولكن بعد فاصلا قصير فانتظرونا اشتركوا في القناة